يقدم لكم هذا البرنامج برعاية صونة راك أخبار والاقتصاد من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية تراجعت أسعار النفط الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 4% هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في 2024 والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة لخامي براند 25 سنة أو 0.3% إلى 85 دولار فاصل 17 سنة للبرميل بعدما تجاوزت 85 دولار للبرميل أمس الخميس لأول مرة منذ شهر نفمبر الماضي وهو تخام غرب تيكساس الوسط الأمريكي بـ 22 سنة أو 0.3% إلى 81 دولار فاصل 0.4 من السنتات أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير سيولة من النظام المصرفي موسعا نهجه في التحفيز التدريجي للاقتصاد الصيني وسط ضوط على العملة المحلية أقر بنك الشعب الصيني بقاء سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 2.5% الجمعة ما طابق توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم سطلع بلومبرغ سحب البنك 94 مليار يوان أي حوالي 13 مليار دولار من النظام المصرفي لتجنب السيولة المفردة ارتفع مؤشر البورسة الروسية للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.22% إلى 3304 نقاط ويتم تدول مؤشر البورسة الرئيسي فوق مستوى 3300 نقطة وهو أعلى مستوى في سنتين في ظل إقبال المستثمرين على شراء أسهم الشركات الروسية في روسيا دائما سمد الاقتصاد الروسي أمام حزمة العقوبات الغربية بعض الإجراءات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفارقه الاقتصادي والتي ساهمت في نمو الاقتصاد الروسي بقوة أكبر وأفضل من دول غربية كثيرة ما يقوله الغرب همسا عن فشل العقوبات في حق موسكو يصرح به بوتين علنا عابثا يحاولون سوق الغرب لنجاعة عقوباته الاقتصادية على روسيا مست كيانات وأفراد ومؤسسات اقتصادية قاومت منذ أزيد من سنتين ستة عشر ألف عقوبة حتى الآن أحد عشر ألف عقوبة وأزيد من أربعة آلاف عقوبة ضد كيانات قانونية ونجحت الحكومة الروسية في مواجهة العقوبات وإدارة التذخم بفعالية إلى جانب زيادة حجم التجارة مع الصين وتوجيه مبيعات النفط الروسي نحو أسواق جديدة كما تم إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي ومئات الشركات الغربية غادرت روسيا أو قلصت أنشطتها هناك لم يغطى الدب الروسي في سباة عميق بل وجه مخاططاته بالاعتماد بشكل متزايد على آسيا وخاصة الصين حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بشكل كبير مع زيادة الواردات الصينية بنسبة 60% بفضلها تمكنت روسيا من تأسيس تدفق مستقر للسلع بما في ذلك المركبات والأجهزة الإلكترونية صبر روسي على تحمل وخازات الإبر الغربية وصمود كرسته صيدة المعارك المالية الفيرا نابولينا مديرة البنك المركزي الروسي بعدما اشتاحت الروبل موجة دامية من التراجعات وصلت إلى فقدانه ما يقارب 60% من قيمته فقررت نابولينا اتخاذ إجراءات احترازية سريعة وذلك عبر رفع سعر الفائدة من 9.5% إلى 20% لوقف نزيف سحب الأبوال من البنوك كما فرضت على الشركات الروسية شراء الروبل بنسبة 80% من العمولات الأجنبية ووضعت سقفاً لسحوبات والتحويلات للخارج بالعمولات الأجنبية غاب الغاز الروسي عبر أموب نورستريم وحضر في الأسواق الحرة اقتنته أوروبا بأضعاف سعره الأصلي فيما أكدت هيئة الإحصاء الأمريكية أن الولايات المتحدة اشترت في نهاية العام الماضي ما قيمته 1.2 مليار دولار من اليورانيوم الروسي وهو أقصى مستوى في كل تاريخ تسجيل الإحصائيات يفتقر الغرب إلى الشجاعة والاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية ومن المعروف أن الكثيرين من الخبراء في الدول الغربية نفسها يؤكدون على أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة إلى حد الآن فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في نشاطات الشركة علي إكسبرس الصينية بشبهة عدم احترام التزاماتها في مكافحة بيع المنتجات الخطرة مثل الأدوية المزيفة بالتزامن مع تفعيل إجراءات بحق منصات رقمية كبيرة على غير تيك توك وموقع علي إكسبرس وإعتبر هذا ثالث تحقيق تفتحه المفوضية في إطار القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي الرامية لتأمين حماية أفضل للمستهلكين ضد عمالة الانترنت كما طلبت المفوضية توضيحات من ثمان منصات رقمية بما فيها تيك توك وفيسبوك وجوجل ويوتيوب وإكس بشأن كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بتوزيع المحتوى الذي تم التلاعب به والتزييف العميق أعلنت تهيئة مراقبة المنافسة في إيطاليا فرضها غرامة بعشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك بسبب تقصير في الإشراف على المحتوى ما قد يهدد خصوصا سلامة القاصرين هيئة المنافسة والسوق الإيطالي ووفقا لبيان لها قالت إن العقوبة تستهدف ثلاثة شركات تابعة للعملاق الصيني بايت دانس وهي الإيرلندية كذلك والتيك توك الصينية والتكنولوجيا لمسيد البريطانية وإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى بسبب عدم كفاية ضوابط الشركة على المحتوى المتداول على المنصة خصوصا تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين في إيطاليا وفق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي لتسهيل التعاملات المالية والتجارية الدولية على أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة الحكومة التونسية وفي بيان لها قالت إن مشروع قانون الصرف ثورة تشريعية نقلة تاريخية في مجالها الصرف والمالية للبلاد التونسية ضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثبار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات وبحسب البيان يتضمن مشروع القانون حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين لتونس على مستوى حيازة العملة وفتح الحزاب حسابة بالعملة في موضوع آخر انخفض سهم تيسلا للجلسة الثالثة على التوالي وسط توقعات سلبية من المحللين بشأن أفاق تسليمات وأرباح الشركة الأمريكية في ظل ضغوط عالمية بسبب ضعف الطلب على السيارات الكهربائية وأغلق سهم صانعة سيارات الكهربائية في ختام تدولة عشية الخميس منخفضا إلى 4.1% عند 162 دولارا وهو أدنى مستوى لسهم في نهاية التعاملات منذ جلسة الرابع من شهر ماي 2023 ختم أخبار الاقتصاد يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة في آمان الله ترجمة نانسي قنقر قدم لكم هذا البرنامج برعاية سونتراك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر